الكلام العمد يتكلم متعمداً عالماً تحريم الكلام في الصلاة ذاكراً أنه في الصلاة لا ناسياً فلو تكلم وهو جاهل لا يدري أن الكلام في الصلاة محرم فالصلاة صحيحة أو تكلم ناسياً فالصلاة كذلك صحيحة الثاني الحركة الكثيرة المتوالية عرفاً لغير حاجة يعني يتحرك حركة كثيرة ليست قليلة لغير حاجة لغير حاجة لغير حاجة لغير حاجة لغير حاجة نعم، الضحك، الأكل، الشرب نعم، الضحك، الأكل، الشرب انكشاف العورة خاصة من يصلي في البنطال عندما يركع ويستة انكشف العورة لغير حاجة لغير حاجة تكلم لغير حاجة كثيرة شعظ إذا اعتقد التكلم من كثيرة فى الناس يحدث لهم هذا لا يمكن أن يبقى في الصلاة ويخرج متوالي تتدري magazines مرحبا 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 واشتبع اتباع وقع شكرا